لكن أستاذ مبارك كما فهمت من الأستاذ أحمد أن هذا الموقف الأمريكي البارد من التظاهرات يمكن أن يتطور حتى الموقف الأوروبي يمكن أن يتطور بناء على ما سيفعله المتظاهرون في إيران لا توقع ذلك أن يكون هناك موقفاً أوروبياً أو غربياً مؤيداً سيكتفون بالموقف الإعلامية لكن في حقيقة الأمر هم لا يريدون أن تسقط إيران في آتون الفوضى والنزوح وخصوصاً أنه لا يوجد برنامج سياسي حتى الآن موجود لمعالجة الأوضاع الإيرانية بمعنى أن لا يوجد تيار وطني أو زعامات وطنية جاهزة لأن تتولى القيادة في إيران وهذه التظاهرات اليوم ما ميزها أنها تظاهرات شعبية ليست لديها قيادات فلكن أقول أن هذه التظاهرات بكل أسف أنا آمل بالفعل أن تؤدي إلى النجاح وتغيير الأوضاع وإسقاط النظام لكن اعتدنا دائماً على هذا النظام أنه يجيد سحق معارضيه وإرضاء الدول التي تنتقدها والدليل تتوارث هذه التظاهرات وتتوارث سحلها في الشوارع وسحقها دون أي عقوبات حقيقية حتى الآن أستاذ أحمد لديك تعقيب على هذا الكلام؟ نعم أولاً أنا لا أعتقد بأنه الغرب هو في صحفي واحد صحفي في تلفزيون اللي قال أنه هدول عيونه نظره وشعره لازم نكف معه لأنه بيشبهونا الغرب موقفه ليس عنصري من أوكرانيا المصلحة إذا سكت الغرب على احتلال أوكرانيا كلها لأنه سبق سكت على احتلال القرم لأنه ما في خطر بس بوتين أرعب الغرب وأرعب الأوروبيين بأنه سوف يبتلع أوكرانيا كلها ويغير خرائط أوروبا وهذا شيء مرفوض تماماً هذا الذي حرك الأوروبي ليس للعنصرية أبداً يعني الغرب سبق أنه وقف مع مسلمين في أكثر من مكان ضد غير مسلمين ماذا عن تصريحات جزيف بوريل الذي قال بأنه هذا العالم عبارة عن أدغال ونحن الحديقة وينبغي أن نهاجم الأدغال غلط هذا موقف غلط وموقف عنصري مش قمة العنصرية ومغرور ولكن هل هذا يعني أنه أمريكا والغرب وقف مع أوكرانيا فقط لأنه شؤر وعيونهم زرق لا وهذا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتراجع اعتذر وسحب الكلام إذن هم أنا حتى في التعاطي مع الحراك الشعبي الذي يحدث في بلداننا وفي إيران تحديداً اليوم أوروبا وأمريكا محركوها المصلحة 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 والنظام الإيراني خطر علينا نحن العرب ليس خطر على أمريكا ولا على أوروبا أو خطر محدود يمكن التعايش معه ما فيخوف يعني بينما هو بالدرجة الأولى خطر على العرب النظام الملالي الإيراني خطر جسيم جداً 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 علينا نحن العرب والسلاح النووي الإيراني موجه لنا نحن العرب وإيران تحت الأربع مدن أربع أواصم أربع جمهوريات أربع دول عربية لكن عندك الطفل المدلل لهذه الدول الغربية الكيان الإسرائيل البعض يروج على أن هذا النظام الإيراني أكبر خطر على هذا الطفل المدلل ما فيه خطر ما فيه خطر فيه موضوع الإيراني لا بد له أن يسكت نووي والموضوع النووي لنشوف يعني احتمال ما يكمل احتمال الإسرائيليين يضربوه قبل ما يكمل أو احتمال ما يحصل أصلاً وأنا متأكد يقيناً يقيناً مية بالمية أنه هذا السلاح النووي الإيراني يستحيل يوجه لإسرائيل لأنه إذا وجه لإسرائيل تمحى إيران من الوجود إسرائيل عندها مئات الرؤوس النووية الجاهزة للضرب إيران لسه وين لا يصير عندها نووي وإذا صار عندها نووي إيران رح يكون عندها قملة صغيرة بتروح مدينة في فلسطين